موسيقى توصلت الفنانة أصال نصري إلى اتفاق صلح بينها وبين عائلة مصرية انقضت بموجبها حياة ابنها خالد الذي تسبب في مقتل نجل العائلة المصرية في حادث سير وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم السبت بانقضاء الدعوة الجنائية في اتهام خالد نجل المطربة السورية أصال نصري في حادث تسبب في قتل مواطن بالتصالح بعد موافقة أهالي المجني عليه وذكرت بوابة الأهرام أن تفاصيل الواقعة تعود عندما تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغ يفيد بموجبه حادث كبير بدائرة القسمة حيث انتقلت الإجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث وتبين وفاة المجني عليه وهروب المتسبب في الحادث وتابعت أنه بتفريق كاميرات المراقبة وتكسيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم خالد أيمن نجل الفنانة أصال نصري إلا أن المتهم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ وفق لما ذكرت مواقع مصرية فإن الفنانة السورية تصالحت مع أهل الضحية المصري وقامت بدفع مبلغ مليون جنيه مقابل تنازلهم عن القضية لأنها تعد قتل خطأ وهي قضية يجيز القانون المصري التصالح فيها عن شاكر محمد عبدالهادي والد المجني عليها هاني إنه قد تنازل بالصلحة عن القضية الخاصة بقيام خالد أيمن الزهبي نجل الفنانة أصالة المتهم بقتل ابنه أثر صدمة بسيارته وذلك مقابل مبلغ مليون جنيه وذكر أن ابن المتوفي كان يعمل ديليفري بمطعم في التجمع الخامس قائلا في أقواله بالنيابة العامة إنه يتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة ابنه ولا يتهم أحد جنائيا لأن هذا قضاء وقدر أما عن زواج أصالة بطبيبها تعليقات عدة ملأت صفحات مواقع تواصل اجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تلمح بارتباط المطربة السورية أصالة نصري بطبيبها فادي نصر عقب انفصالها رسميا من زوجها المخرج طارق العريان في الشهر الماضي وعلى الرغم من نفي نصر ارتباطه بأصالة في تصريحات إعلامية إلا أن جمهور المطربة السورية مستمر في تداول صور تجمع السنائي وتؤكد ارتباطهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر